يقولون أن الثقافة الدفع الإلكتروني لدينا خجولة و لكن يستخدم 25 ألف أحد يستخدمها في البلد عن جد يعب الشوم علينا؟ معقول هالحكي؟ بدل ما كل واحد فينا يخلي راتبه بالبنك و يصير يدفع منه إلكترونياً معقولين نروح نسحبه كله لراتبنا و نضعه بجيبتنا؟ طيب خلونا لو سمحت و نجرب الشهر الجاي كل ياتنا نصير ندفع إلكترونياً يعني وقتك تنزل تشتري تيابك و عطوراتك و بارفناتك و أنت طالع بس مرق بطاقتك على الجهاز هو لحاله و بيخصمون من راتبك نفس الشي وقت بدك تغير موبايلك و تشتري الأحداث نفس الشي وقت بدك تغير سيارتك و تشتري موديل السنة يعني أي شي بتشتري و بتعمله بأيامك العادية خلونا نجرب و نصير ندفع حقه إلكترونياً قال لأنه مدير الدفع الإلكتروني بالمصرف التجاري قال أنه هن نعملوا منظومة دفع إلكتروني جديدة فخلونا نجربها شو رأيكم؟ دخلكم هالمنظومة الجديدة بستعرف قيمة الراتب يلي رح ندفع منه إلكترونياً هتضل شغالة ولا رح تفصل؟ لكن احنا بنقبض راتبنا مشوار طريق من الشغل للبيت بيكون ودع فوتا واحدة ع الدكانية تحت البيت بيكون ودع إلكترونياً شو؟ أنا أبأكد لكون وين ما حطينا هالبطاقة الإلكترونية لحتى نشتري منها؟ رح يعطي الجهاز إرور على قيمة الراتب يعني تخيلوا فوتاً أنا أشتري كنزة وأدفع حقه إلكترونياً بيقطع راتبي كله الجهاز إلكترونياً وبكفي أنا حقها للكنزة من جيبتي يدوياً وأساساً هذا الشي بده إنترنت قوي الإنترنت القوي هلا عن يبكي بالزاوية بقى أنت قلت أنه في 25 ألف واحد يدفعوا إلكترونياً نحنا شايفيهم رقم حلو وكبير ومناسب خلوكم عليهم بالحسد يعني أما نحنا جماعة راتبنا هو كل ما نملك خلونا نسحبه نحس فيه بأيدينا ندفيه هالكم ساعة بجيبتنا على أمل أنه يجي يوم ونقدر نصرفه إلكترونياً ليش ما منستخدم الدفع الإلكتروني براتبنا؟ يعني ليش ما ندفع فيه إلكترونياً؟ حضلتها كيف تجاوبون؟ مو محذزة يعني من شغلة واحدة عم يطيب راتب كلها يا طب راتبنا كيف بدنا نستخدم راتب؟ هلأ أنا موظف المحكمة كاتب صلح الجزاء يعني شو راتب؟ شو بدك تحكي راتب؟ هذا إجرى الطريق بس من هون للجامعة وإرجاع هلها تراتب؟ والله ما بعرف راتبنا بكفي قلتها؟ لا أبداً ما بيأدي يومين أبداً؟ يومين، اللي بده يطبخ يومين ما بيأدي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر